النهاردة راحة زي ما قلت لكم بقرار من ميستر كولر ومن بكرة إن شاء الله يرجع الفريق يتمرر مرة تانية طلب الحقيقة كميستر كولر من الجهاز المعاون لي أعداد تقارير فنية عن الفريق وعن اللاعبين كمان اطم من الجهاز الفني على جهازات كل اللاعبين اللي كانوا مصابين في الفترة الأخيرة تأكد على جهازات وسلامة شناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي والتلاتة إن شاء الله جهزين للمشاركة طبعا التلاتة غابوا عن مطشط الدوري اللي لعبناها أمبي والجيش وسراميكا لكن إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بداية من بكرة هنشوفهم ونتطمن عليهم في تمرينة الأهلي استعدادا للوداد ياسر إبراهيم كمان داخل في الحسابات بقوة يمكن ياسر من الأوراق المهمة جدا يعني تقدر تقول إنه كسب ثقة ميستر كولر بشكل كبير جدا وحسابات دخوله في مباراة الوداد قائمة وبشد يعني الأغلب اللي ممكن طبعا القرار النهائية هيبان من ميستر كولر بناء على الثلاثة يام اللي جايين دول ممكن يوم السبت يكون حسن بشكل كبير جدا شكل التشكيل اللي هيخد المواجهة الأولى في القاهرة لكن الأعرب إنه ممكن يبقى ياسر ومحمد عبد المنعم خد بالك برضو أنت بتقابل فريق تقيل وفريق عنده سرعات في خطه هجوم يمكن دفاعيا عنده معاناقة لكن هجمان فريق ليه كل الاحترام وبالتالي بالتأكيد ميستر كولر هيحط في حساباته السرعات والسرعات دي ممكن تصب أكتر شوية في خانة محمد عبد المنعم وخانة ياسر إبراهيم كل التوفيق الحقيقة كل اللعيبة تقلقت متولي يقدم مطشط هيلة بصراحة واعتقد إنه في فورمة عالية جدا فأي إن كان رامي ربيعة حتى وإن كان بعيد شوية بعد العودة من الإصابة ولو ما كانتش خدمة صاحة للمشاركة لكن حتى لو احتاجت رامي يعني رامي بالنسبة لتريد مارك الحقيقة فأي وقت بتحتاجه حتى لو جاي من بعيد بتلاقيه كأنه حطت رجله في الملعب طول الوقت فرباع دفاع النادي الأهلي إن شاء الله كله جاهز وإن شاء الله بإذن الله اللي هيخده المباراة يكونوا أد المسؤولين شكرا